الدكتور طارق سليمان هتشرح لنا دلوقتي ازاي بتتعمل عملية الرباط الصليبي الصعبة جدا اللي هي بتخوف كل اللعيبة اول ما يسمع اسم الرباط الصليبي اللعيب بيصدم بشكل طبيعي جدا هل اللعيب بيرجع عادي بقى دكتور يعني ممكن يرجع طبيعي مفيش مشكلة لو شوف هو دلوقتي العملية هو الرباط بي سوري لما بتقطع بيتلحم ولا لا احنا بنعمل ايه احنا بنشيل الرباط ده خالص بتشيره خالص اه الجزء اللي يعني بنشير الرباط خالص وبنحط حاجة بنسميها جرافت او رؤعة اه الجرافت ده بناخده من جسم اللاعب نفسه او المريض نفسه بناخده فيه حاجة عندنا بنسميها السيمتي مدينوزس او العضلة الخلفية الوترية دي بناخد الجزء الوتري منها بطريقة معينة سهلة قوي اه بطريقة بفتحة صغيرة بتاع 2 سنتي بناخدها دي وبنعمل بنزبطها على قد زي الرباط الصليب بالزبط وحنشوف دلوقتي بص حضيتك ده حنشوف دلوقتي العملية بتحصل ازاي بنعمل تخريب في العضمة بتاعت الفغد بتعمل ايه؟ بص حضيتك شوف دي العضلة اللي احنا بنخش على طول بالمنزار احنا بنعمل العملية دي بمنزار الصليب هي بتعمل المزار دلوقتي بتعمل بالصليب بالزبط اه طبعا بكله ده بس بيبين لنا الرباطين اللي انا قلتلك عليك ده الخريج والدخلي الخريج والدخلي والصليب الامامي والخالفي ده الامامي ده الامامي اللي قدامنا من قدام واللي من وره ده الخالفي انه المقطوع بقى اللي قدام انا هنشوف دلوقتي اللي قدام ده هتعمل ازاي بيحصل ازاي بص لما الرجل بتلف يقوم بالرباط ايه يتقطع معانا مع اللفة دي بتحصل ازاي زي ما قلنا في لعيبة كورة لعيبة بسكت كلام ده بنخش احنا بنلاقي الرباط كده واتقطع دكتور بالزبط تمام بنعمل ايه بقى زي ما قلتلك احنا بنشيل البقايا الرباط المقطوع ده خالص خالص بحاجة اسمها شيفر بنشيله وخالص وبعدين بنعمل زي فتحة في عظمة الفاخ دي فوق وفتحة يعني احنا لو فتحنا الرجبة كده احنا بندخل نعمل فتحة من هنا هي دي اه بص حضرك ده بالزبط اللي بيحصل ده فتحة المنزار الفتحتين دولة بتاع المنزار والفتحة اللي فوق دي اللي حنخش منها الجهاز اللي حنوزد منه الطانل او التخليمة اللي احنا بنعملها بالزبط طبعا التطور اللي حصل دلوقتي بقى فيه آلات الآلات بتاعت العمليات دي تطورت بطريقة رهيبة زي ما انت تشايف احنا بنخش اهو شوف ده بقايا الرباط ههو المقطوع هنخش نشيله ننظف الكلام ده بحاجة اسمها ايه شيفر او حاجة يعني زي بنكحت بيها نشيل البقايا دي خالص وبعدين هشوف شن بقايا الرباط وبنعمل فتحة في الجزء بتاع عظمة الفغد اللي هو مفروض زي الرباط الصليبي اللي خلقوا ربنا بالزبط مكانه زي ما انت هتشوف الآلة دي دي بندخل منها شوف دي بنعمل التخريمة او الطانل اللي حنعمله في عظمة الفغد شوف عضيتك دخلنا من برا وفتحنا الفتحة دي وبعدين بنعمل فتحة تانية من تحت بقالة برضو مشابهة لها مخصوصة لعظمة الصاق بص عضيتك برضو قدين عملنا فتحة تحت وفتحة فوق هنا بقا الوطر اللي انا بقولك عليه اللي احنا حناخده اللي دي اللي هم بنسميها ده اللي ربنا سمعته حطه في جل الإنسان بالظبط بص احنا بنفتح فتحة صغيرة وبناخد الطرف الوطر دوت وبنخش الألة دي اسمها ستريبر بنسلك بيها ايه الوطر طلعناه برا وعملناه زي الروباط بالظبط اللي كان ايه موجود خلاص زي ما انت شايف كده الألة دي اسمها ستريبر بنخش ناخد بيها قدين عملنا الروباطة هو ده الروباط الجديد تمام ومسكنا بخيط من هنا وخيط من هنا وفوتناها زي ما انت شايف بالظبط من الطاني اللي في الفاخد تمام على الطاني اللي هو ايه اللي في قصبة الرجل وقدناه وسبتناه من تحت ببطن حاجة اسمها زي العير وكده عشان ما يفلتش وسبتناه من فوق بمصمار زي ما انت شايفه كده أهو ده الروباط الجديد بالظبط زي الروباط اللي كان موجود ايه قبل كده والمصمار ده بيبدأ في رجل المصمار ده بقى ذات الامتصاص يعني بعد فترة ما تلاقهوش بيدوب مع الجسم الروباط ده بعد شهر شهر ونص بتلاقيه لحم في بقية العظم خلاص بقى زي الروباط الطبيعي وبقى قوته عشان كده احنا بعد شهر ونص نبدأ نعمل حاجات تانية واكتر وتمرين التزان ونبقاش خايفين على الايه على الروباط ده وتنواتك انا صدعت يا عمد انا صدعت من الفيديو ايه ده عمليا سهلة جدا ده عمليا سهلة جدا